للحديث أكثر عن هذا التطبيق ينضم إلينا من كاليفورنيا البروفيسور أحمد بنافع الخبير التقني والأستاذ الجامعي في كاليفورنيا أستاذ عندما نتحدث أيضا عن خطر جديد للتجسس والبيانات التي تعتبر تصنف تحت خانة الأمن القومي الأمريكي هل يمكن أيضا حضر هذا التطبيق وبالتالي حضر كل التطبيقات الصينية انتقلت العملية من مجرد أنه ننظر لي على أنه فقط بيحسن الفيديوهات أو بيديها مؤثرات خاصة يعني بس أديك مثل بسيط على الأشياء اللي هذا التطبيق بعينه يعني بيجمعها من الجهاز المستخدم بيجمع كفية استخدامه موقعه بيجمع كمان الملفات الموجودة فهو طلع كامل على جهاز المستخدم فهنا هي مشكلة الأمن القومي إذن المشكلة بأنه لديه الولوش على كافة البيانات الشخصية داخل الهواتف ولكن عندما نتحدث عن هذا التطبيق هل يمكن أن تذهب السلطات إلى حضره وبالتالي حضر كل التطبيقات الصينية الاتجاه الآن أنه بيضغطوا على تيك تاك وعلى الشركة الأم على أنه يتخلصوا من كون تيك تاك تابع على الصين أو للشركة الصينية بحيث أنه تصبح كل البيانات موجودة هنا في أمريكا الواقع الذي نحن فيه الآن أنه البيانات موجودة في أمريكا وموجودة في سنغافورة يعني هذا بناء على المعلومات منه فإذا منعوا تيك تاك بقية التطبيق سيكون سهل عليه ومنعوه لأن العدد أقل من تيك تاك تيك تاك منتشر الآن وصل 150 مليون في أمريكا منتشر بسرعة كبيرة هذا التطبيق الذي كنا نتحدث عنه يعني لماذا يلجأ إليه الناس وما الفائدة منه يعني هو ليس معروف كتيك تاك طبعا صحيح أنا حملت التطبيق وأول شاشة قابلتني بيسألوني هل ممكن ندخل على ملفاتك بما فيها الصور والمعلومات كلها بعدين لما استخدمت السهولة والمؤثرات التي فيها شيء عجيب تقدر أن تعمل الفيديو هذا بطريقة بحيث أنه محترفين يعملونها إضافة إلى أنه عنده خاصية بأنك ممكن تنقلها إلى المنصات الأخرى ومش بس تيك تاك فهذا هو اللي جذب الناس لها يوتيوب وفيسبوك وغيرها وبالتالي لديك يعني جهاز بيدك ممكن أن تفعل فيه أي شيء طب اليوم لماذا هذه التطبيقات الصينية رائجة أكثر بالأسواق لماذا استطاعت أن تقدم ما لم تقدمه التطبيقات الأخرى وهل صعب مثلا على انستجرام أو غيرها بأن تقوم بخلق تطبيقات مماثلة سؤال جيد جدا الفرق هو الذكاء الاصطناعي الشركة الصينية The ByteDance هذه أدخل الذكاء الاصطناعي في كل منتجاتهم هذا التطبيق الذي تفضلته وذكرته الذي هو كابكات من 2020 فما كان له صيت إلا لما دخلوا فيه مسألة الذكاء الاصطناعي ونفس الأسلوب في تيك تاك ونفس الأسلوب في كل التطبيقات تبعتهم هذا السبب أن المستالك يجد أن التطبيق يفهمه ويوصله النتائج أحسن من التطبيقات الثانية التطبيق يفهمه هل هذا يعني بأن التطبيقات الصينية عندما يتم العمل عليها تأخذ بالحسبان أكثر ذوق الناس تأخذ بالحسبان أكثر متطلباتهم اليومية وليس فقط المتطلبات الربحية للشركة وهي طبعا تعود بالفائدة على المشترك وعلى الشركة بنفس التوقيع كلام سليم جدا لأنه من ضمن الأشياء التي تطبيق بيجمعها معلومات عن طريقة الاستخدام الشركة الاتصالات التي استخدمها نوع الجهاز نفسه أشياء كثيرة أنا عندي قائمة طويلة من هذه اللي بيجمعها هذه بتساعده على أنه لما يعرض عليك المحتويات أو يعرض عليك القوالب اللي تستخدمها لها معنى عندك أنت شيء خاص بالبلد اللي أنت فيها إضافة إلى أن هذا التطبيق بعينه عمل مسابقة في أمريكا مين يدي له قوالب جديدة ويدفع لهم ألف دولار مقابل كل واحد من القوالب هذولا الدمج حتى بتيك توك مع العلم أن الكثيرين يقولوا بأنه تطبيق تافه ولكن إذا استمعت إلى الأولاد ماذا يتعلمون من تيك توك هي فعلا معلومات عميقة وليست تافهة أبدا ولكن طريقة التوصيل هي بطريقة مبسطة الدمج بين المعرفة وبين التسلية وبين الربح بتطبيقات الصينية والذي هو غير موجود بالتطبيقات الأخرى فهموا نفسية المستخدم لأنه لو نظرت للتطبيقات الثانية بتعتمد على تاريخ معاملة الشخص أو المستخدم ما عدا التطبيقات الصينية بيستخدموا على الذكاء الاصطناعي اللي بيفهم نفسية الشخص بيستخدم كل المعلومات اللي موجودة في الجهاز حتى يوصلوا إلى الصورة أو إلى المقطع اللي بيفيده سواء أخبار أو مثلا أفلام أو أي نوع من المقاطع هذه اللي هو بيكون عنده رغبة أن يشوفها وهذا الفرق بينهم وبين التطبيقات الأمريكية شكرا لك بروفيسور أحمد بنافع الخبير التقني وأستاذ الجامعي في كاليفورنيا ترجمة نانسي قنقر